موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إخوتي أخوات المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الإنسان خلال حياته بشكل عام يمر على عوالم عدة يمر على عوالم كثيرة والدليل على وجود عوالم قبل عالم الدنيا وبعد عالم الدنيا لأننا الآن في عالم الدنيا عالم الدنيا عالم يعيش فيه الإنسان الآن نحن عندنا خبر في عالم الدنيا توجد عوالم قبل عالم الدنيا يعيشها الإنسان وتوجد عوالم كل إنسان يعيشها بعد عالم الدنيا ولهذا لما ترجع للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحمد الحمد لله رب العالمين إذن أكو عوالم أس إما قبل عالم الدنيا أو بعد عالم الدنيا نحن نذكر بعض العوالم التي قبل الدنيا وبعد الدنيا أول عالم يعيش فيه الإنسان ويمر عليه الإنسان لكن كم يعيش ومتى يعيش أشقد يعيش في هذا العالم هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى كما أننا لا نعلم بمقدار حياتنا وبمقدار عمرنا في الدنيا ما عندنا علم في عالم هذا العالم كم يعيشه الإنسان أول عالم يمر عليه الإنسان عالم يسمى عالم الذر أو عالم الأشباح أو عالم الأرواح يقال لهم هذا العالم عالم يعيش فيه الإنسان فترة من الزمان لكن يعيش فيه روح بغير جسد لأننا الإنسان يتشكل من قسمين الإنسان يتشكل من روح ومن جسد إذا تركبت الروح مع الجسد يقولوا له الجسم ولهذا الجسم والجسد يختلف أنت تقرأ في زيارة الأيما سلام الله عليهم تقلهم السلام على أجسامكم والسلام على أجسادكم الجسم والجسد يختلف الجسم بالميم الجسم جسد مع روح البدن مع الروح جسم الآن أنا دعا أحكي وياك عندي جسد عندي بدن وعندي روح فإدماج الروح مع الجسد مع البدن يصير جسم لكن إذا مات الإنسان وفارقت الروح الجسد شو يصير؟ يصير جسد والله أحمر لنا ولهذا يقول السلام على أجسامكم وعلى أجسادكم يعني السلام على أبدانكم وفيها الأرواح والسلام على أبدانكم وليست فيها أرواح والله أحمر لنا يعني وهم جنائز بالأحراء أن نقول فإذن في عالم الذر تعيش الروح فحسب وهو عالم تخلق فيه الأرواح دون الأجساد بس الروح تخلق فيه هل تشقد يعيش مولانا؟ الله العالم هذا العلم بيد الله جل وعلا لكن يبقى شيء من عالم الذر وعالم الأشباح في ذاكرة الإنسان يعني مثلا أنت في بعض الحالات تمر على شخص أنت في دولة ثانية مثلا أنت في بلد آخر يمر عليك شخص أنت تنظر إلى هذا الشخص كأنك رأيته تقول أنا رأيت هذا الشخص أنا شايف هذا الشخص لكن أين شايفه ما أدري ومتأكد أنك في عالم الدنيا ما شايفه الآن أنا شخصا أسافر إلى بعض البلاد يجي واحد يسلم علي كأني رأيت هذا الشخص بس أنا ما شايفه أنا أدري ما شايفه لكن كأنه قريب إلي مألوف مألوف إلي واضح مولانا يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول إن كنت رأيته شوف كلام كلش بليق يقول الإمام إن كنت رأيته فقد رأيته في عالم الذر الأرواح تلتقي بعضها مع بعض الروح روحي وروحك تلتقي إذا التقت الروحان مولانا كأني شايفك أنا ملتقي وياك لكن وين ملتقي أدري ما في عالم الدنيا وين في عالم الذر والجميل هنا مولانا أن الأرواح التي تأتلف في عالم الذر تأتلف في عالم الدنيا والأرواح التي تختلف في عالم الذر تختلف في عالم الدنيا قاعدة من ائتلفت روحه مع روحي علي بن أبي طالب تأتلف روحه في الدنيا إذا كان في عالم الذر أكو اتلاف في عالم الدنيا أكو اتلاف وإذا أكو اختلاف وتنافر أكو اختلاف وتنافر يعني الذين لم يبايعوا علي بن أبي طالب والذين اختلفوا مع ولاية علي بن أبي طالب هذا الاختلاف من عالم الذر وخل نقل لك أنا رواية دخل رجل على الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال لي يا أبا الحسن أنا أحبك أنا أحبك قال لي أنت لا تحبني قال لي بلى يا علي أنا أحبك قال لي أنت لا تحبني أنت ما تحبني قال لي يا أمير المؤمنين أنا أحبك قال لي والذي نفسه علي بن أبي طالب بيده أنت لا تحبني يقول وإذا التفت الرجل قال يا علي فوالله لم أرى أبغض منك يا علي أنت أبغض الناس إلي أنا ما أحبك لكن عندي سؤال يا علي قال لي وهو قال لي كيف عرفت أني لا أحبك أنظر حبيبي توجه لي بارك الله فيك الإمام ماذا قال قال لأن روحك لما التقت مع روحي في عالم الذر تنافرت اختلفت لأنهما في عالم الذر اختلفا في عالم الدنيا شنو مولانا يختلفا قاعدة هذه واضح إذن يعيش الإنسان في أول عالم يسمى عالم الذر أو عالم الأشباح أو عالم الأرواح ينتقل الإنسان من عالم الذر إلى عالم ثاني كلنا عشنا في هذا العالم العالم الثاني عالم نعبر عنه بعالم الأرحام عالم الأرحام عالم بطن الأم الإنسان يعيش في بطن أمه فترة من الزمان هل ستقدر يعيش مولانا؟ يختلف أكو واحد يعيش في بطن أمه ستة أشهر يظل ببطن أمه ستة أشهر ويطلع يجي إلى الدنيا أكو ناس يعيش في بطن أمه سبعة أشهر أكو ناس يعيش في بطن أمه مولانا تسعة أشهر وبرعينا نحن الشيعة أكثر ما يبقى الجنينه في بطن أمه يبقى تسعة أو اثنى عشر شهر يعني سنة أكثر شيء الجنين يبقى في بطن أمه سنة هذا بها أي شيء على الإمامية السنة لا السنة عدهم 16 شهر مولانا عدهم 14 شهر وعدهم مولانا سنتين يعني أكثر ما يبقى الجنين في بطن أمه سنتين سنتين هذا عند السنة وعند بعضهم مولانا لا يبقى في بطنه أكثر ما يبقى الجنين في بطن أمه سبع سنوات فإذن نحن عندنا أقل تقدير يبقى الجنين في بطن أمه ستة أشهر وأكثر تقدير سنة برأينا نحن الشيعة الإمامية والدليل على ذلك رأيي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مرأة هذه الرواية معروفة مولانا امرأة تزوجت بشاب في عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والأو والثاني يقول لما تزوجت فارقها زوجها بعد أيام ذهب إلى سفر مر على المرأة ستة أشهر فأنجبت وزوجها في السفر توجه لي حبيبي بارك الله فيك الإحساب عندك الآن ستة أشهر مر على المرأة أنجبت الطفل أجل زوجها قال لك كم شهر مر عليك قال ستة أشهر قال زين أنت لم تكملي تسعة أشهر ستة أشهر إلى تسعة أشهر كم شهر ناقص مولانا ثلثة أشهر ناقص هاي الثلثة أشهر وين من أين جبت هاي الثلاثة أشهر زين قالت أنا طاهرة قال لا أنتي قبل زواجي بثلاثة أشهر توجه يقله يقله أنتي قبل زواجي بثلاثة أشهر زنيتي والعياذ بالله ثلثة أشهر قبل الزواج وستة أشهر بعد الزواج قصارا تسعة أشهر فأنت أنجبتي تسعة أشهر ثلاث تشهر زنا عندك قبل الزواج فأكيد أنت زانية والعياذ بالله أنت زنيتي والعياذ بالله قالت يا رجل اتق الله فوالله الذي روحي بيده أنا عذراء تزوجتك وأنا عذراء أنا لم يلمسني أحد سواك بس بس أنت لكن الطفل أنجبته ستة أشهر قال نذهب إلى القاضي إلى الحاكم الخليفة الثاني هذه زوجتي تزوجتها منذ ستة أشهر وأنجبت لها طفلا وستة أشهر أنجبت الطفل ستة أشهر الآن ناقصنا ثلاث تشهر أكيد هذه زانية قبل ثلاثة أشهر قبل ستة أشهر قبل الزواج ثلاثة أشهر تزوجت خاطر تكمل تسعة أشهر التفت إليها الثاني قال اعترفي أنت زنيتي قالت أيها الأمير أنا لم أزني أنا ما لمسني أحس سوى هذا الرجل ما حد لمسني قال بلى أنت زنيتي ثلاث تشهر منين جبتيهن ست شهر نحتاج إلى ثلاث أنت زنيت قبل الزواج بثلاث قسمت خلت إذا على القرآن قالت أقسم بحق هذا القرآن أني طاهرة لم يلمسني سوى هذا الرجل قالها نجري عليك الحد ما كان حدها حدها أن تضرب بالصوت طبعا أنت عالم وتعرف أن الضرب بالصوت المن للزاني أو الزانية قبل الزواج يعني إذا رجل وامرأة رجل أو امرأة زنت وهي عذراء ما من الزوجة والرجل لم يتزوج أشعر لي مولانا إذا زن عليه مئة صوت الحد ما لك كم صوت مئة صوت زيد لكن إذا لم يكون عذراء مثلا المرأة كان ثيب وهذا الرجال كان من الزوج شنو مولانا حكمهم حكمهم رجم الرجال يدفنونا إلى حقوه بس توجه لي حبيبي بارك الله فيك يدفنونا لحد الحقوين الحقوين عن الدمك هنا أنا مولانا لحد الحقوين يدفنونا وما يربطون لا إيدي ولا رجلية لكن يخلون كيس على رأسه ويضرب من مسافة معينة يضربونها بالحجارة الحجارة لا سير كبيرة بشرعة يموت ولا سير صغيرة يتعذب كون متوسطة لا كبيرة ولا من شروطها لا كبيرة ولا صغيرة يتعذب قليلا ثم يموت هاي واحد ثانيا اللي يضرب مولانا لابد أن يكون طاهر ما هو سبعين ألف معصيهم سوى ويرجي يضرب فلان واذا عمولانا لا يكون عليه ما على المرجوم هو الزاني ويرجي يضرب الزاني يقول العلماء إذا واحد إذا واحد كان عليه حد شرعي فضرب المرجوم فقتل المرجوم هذا يحسب قاتل عند الله سبحانه وتعالى اللي يضرب لابد أن يكون طاهر لابد أن يكون ليس عليه ما على المرجوم إذا كان رجل إلى الحقوين على قولتنا الحزام واذا عمولانا المرأة لا يدفنونا لحد الصدر الرجل والمرأة عندهم مجال يديهم مفتوحة بالتراب يديهم مفتوحة بالحفرة لكي يعطى مجال للهرب يقدر يشرد وإذا هرب بالقاعدة الفقهية إذا هرب طلع من الحفرة وشرد طلع ما حد يأخذه ولا وحد يمسكه واذا عمولانا يتركوه يروح على هذا فرار نوع من التوبة الإسلام يريد يسوي آدمي مرد قتله مولانا لكن إذا ما خرج من الحفرة ومات مات خلص واذا عمولانا فهذه قبل الزواج الثاني الخليفة الثاني قال هذه زنت قبل الزواج بثلاثة أشهر هاي مئة سوط عليها خذوها واضربوها مئة سوط طبعا في رواية ثانية يا قاطر الباشر لا تستشكر تقول الشيخ قال كذا في رواية ثانية أمر برجمها من باب أنها زنت بعد الزواج توجه لي رواية زنت قبل الزواج يضربها بالسوط رواية عندنا نفس الرواية يقول لك لا بعد الزواج زنت والعياذ بالله فعليها رجم كذو المرأة مولانا بريئة المرأة بريئة خذو المرأة خذو المرأة بالطريق وهي تصرخ وتبكي وأدها طفر صغير مر عليها أمير المؤمنين أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أسد الله وأسد محمد رسول رب العالمين باب مدينة علم رسول الله علي أفقهكم علي أعلمكم علي أقضاكم علي أعدلكم أنا أنا مدينة العلم وعلي بابها وعلي بن أبي طالب يقول إنها هنا لعلما جمى ويشير إلى صدره علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف ألف باب والله لو ثنيت لي الوسادة لقضيته ولحكمته بين أهل التوراة بتوراةهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم هذا علي بن أبي طالب من الأحق أن يتبع العالم أم لا غير العالم أنا ما أقول شيء ثاني أنت عقلك ميزانك هذا رجل حكم بالرجم وحكم بالصوت هسأ على الرأيين مولانا الآن انظر إلى حكم علي بن أبي طالب المرأة تعرف من هو أبو الحسن التفتت قالت مولاي يا أمير المؤمنين يا علي يا أبو الحسن إليك المشتكى إلى الله وإليك المشتكى ما دغاها المرأة التفتت قالت يا علي أنا أولدت طفلي أنجبت طفلي في ستة أشهر وأنا بريئة واتهموني بالزنا والعياذ بالله فوالله العلي الأعلى لم يلمسني سوى هذا الرجل زوجي قالوا ارجعوها إنها بريئة ورب الكعبة رجعوها لما رجعوها نزل الثاني من على المنبر ورقى الإمام أمير المؤمنين قال والله لأحكمن حكما لم يحكمه أحد قبلي وأنا أبو الحسن أمير المؤمنين التفت قال لها ماذا حكمت بها أو عليها قال لها يا أمير المؤمنين حكمت عليها بالرجم أو بالصوت بالرجم أو الصوت هاي مرأة زانية أنجبت في ستة أشهر قال أما قرأت القرآن شوف زين شنو القرآن قال لها بسم الله الرحمن الرحيم انت شاطر ما شاء الله عليك شوف وحمله توجه وحمله وفصاله شكت ثلاثون شهرة بس توجه لي حمله بالإضافة إلى الفصال تفطنا من الحليب الانفطام الانعزال تقطع الطفل من الحليب وحمله وفصاله جميعنا شكت يصير ثلاثون شهرة الآن نرجع إلى آية ثانية تفسير قرآن بمن؟ بالقرآن تفسير قرآن بالقرآن الآية الثانية شكت قول بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمل والفصال الآن الرضاعة شكت؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين يعني سنتين سنتين يعني 24 شهر زين الحمل والفصال 24 شهر طيحن من الثلاثين شكت يظلن مولانا؟ يظلن كم شهر؟ ها ستة أشهر يعني يبقى مدة الحمل شكت؟ ستة أشهر فالمرأة بريئة لأن أقل الحمل هي ستة أشهر والآن نحن عندنا عند السنة والجماعة عندهم مولانا أقل الحمل ستة أشهر وهذه الرواية من علي بن أبي طالب فسر هذه الآية علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام الثاني قال والله ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال أحمرنا؟ إذن أقل الحمل شكت؟ ستة أشهر زين هذا العالم الثاني الذي يعيشه الإنسان في بطن أمة عالم الأرحام طبعا يمر بمراحل في عالم الأرحام يمر بمراحل أكو مراحل يمرها الإنسان في عالم الأرحام زين هذه المراحل تتبدل كل أربعين يوم مثلا نطف أربعين يوم مضغة أربعين يوم علقة أربعين يوم عظم من بعد أربعين يوم تتكامل فكسونا العظامة لحمة ونفخت فيهم الروح إلى أن يتدرج آن بعد آن يكمل مولانا تسعة أشهر فيكون بشرا سوية ويدرك ويفهم ويعيما يجري خارج البطن بطن أمة يفهم يسمع حتى أنه لو أن الأم والأب سمعوا الأغاني يسمع ويتعلم إذا سمعوا القرآن يسمع ويتعلم هذا الطفل في بطن أمة ترى أذكى مني ومنك يسجل يسجل مثل الشريط أدق مني ومنك بعد يحفظ هس كيف يكون ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية راح أشرح لكم قليل قليل من الأحكام الذي الجنين في بطن أمه وآداب المعاملة مع الجنين من الأب ومن الأم إن شاء الله تعالى ترقبونا في الحلقة الآتية بحول الله وقوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر